اهلا بكم اعترف الحرس الثوري الايراني انه قصف ما قال انه مركز اسرائيلي للتجسس في محافظة اربيل في شمالي العراق باثني عشر صاروخا وهو ما نفته سلطات كردستان العراق واكدت ان المبنى الذي قصفته ايران هو منزل مملوك لرجل اعمال معروف ولا علاقة له باي جهة اجنبية قاءت فيلق القدس الايران اسماعيل قاني قال ان قصف اربيل كان حازما وحاسما كما جدد الحرس الثوري تهديداته بقصف اربيل بذريعة وجود مقرات اسرائيلية واذا لم يتحرك العراق لاغلاق هذه المقرات فسوف تقصف اربيل مجددا وفق متحدث من الحرس الثوري الايراني القصف الايراني لاربيل حظي بالتأييد الكامل والمباركة من كل زعماء الميليشيات وفرق الموت الطائفية الخاصة ومهاجمتها للاطراف التي رفضت هذا الهجوم واتهمتها بالعمالة لاسرائيل اما حكومة الكاظم فقد اكتفت بتشكيل لجنة تقص حقائق برلمانية للوقوف على دوافع هذا القصف الصاروخي الايراني لاربيل الدوافع الحقيقية للقصف الايراني لاربيل ورسائله السياسية الداخلية والخارجية هو ما سنبحثه في حلقة الليلة من برنامج طاولة حوار وسنطرح فيها الاسئلة التالية ما الدوافع الحقيقية للقصف الايراني لمحافظة اربيل في شمالي العراق غير سردية مراكز وقواعد التجسس الاسرائيلية وهل رسائل هذا القصف الايراني لاربيل مقصورة على الداخل العراقي وازمة التحالفات السياسية ام هي رسائل عابرة لحدود العراق للاخرين اقليميين ودوليين ولماذا هذا الاستخفاف الايراني المستمر والمتواصل بالدولة العراقية بعد العام 2003 وعدم احترام حدودها وكيانها وفي اي خانة يصنف تأييد ومباركة الميليشيات وفرق الموت الخاصة للقصف الايراني لاربيل وكيف ستكون ردة فعل الحكومة والميليشيات اذا ما قررت ايران التوغل في الداخل العراقي بذريعة الوجود الاستخبارات الاسرائيلي ضيف الطاولة رافع الفلاح قحطان الخفاجي شاه القردامي صندوق بريد الرسائل الايرانية هذه المرة اربيل وليست بغداد التي لا تريد طهران ان تعكر صف واتفاق وكلائها فيها على الحكومة المقبلة فامطرت اربيل بهجمات صاروخية لها اهداف داخلية وخارجية الهجوم تزامن مع اعلان الاتحاد الاوروبي وقف مبحثات فيينا بشأن نووي ايران في وقت كان الطهران التعقد امالا على تحقيق تقدم في الاتفاق يضمن مصالحها بناء على اعتقادها ان الغرب يمكن ان يقدم تنازلات لها بسبب ظروف الحرب الروسية على اوكرانيا وما ينتج عنها من انقطاع امدادات النفط والغاز الروسيين كما تقول وكالة بلومبرغ الامريكية تشير الوكالة الى ان النظام في طهران كان يعتقد ان ارتفاع اسعار الوقود سيجعل الرئيس الامريكي جو بايدن يائسا من التوصل الى اتفاق يرفع العقوبات بسرعة ويدخل الامدادات الايرانية الى السوق لكن رياح المفاوضات جرت على عكس ما تمنته طهران فكان لا بد من التعبير عن صخاطها بالهجمات الصاروخية ولم تجد امامها الا العراق ليكون ضحية الانزعاج الايراني من الصدود الدولي وعلى الصعيد الداخلي شكلت الهجمات رسالة ايرانية للاحزاب الكردية التي تريد عرقلة ترشيح رئيس الجمهورية الذي تريده ايران كما يمثل تهديدا صريحا لاي طرف كردي لا يدخل بالتوافق السياسي مع الاطار التنسيقي وبكل الاحوال ابلغوا ما في هذا الهجوم وغيره من الهجمات هو الحقيقة المؤلمة لدى العراقيين عندما يرون ان بلدهم تحول الى ساحة تصفية حسابات للاطراف الاقليمية والمحلية اهلا بكم مشاهدين الكرام مرة اخرى في هذه الحلقة من طاولة حوار والتي ستبحث في الدوافع الحقيقية لقصف الحرس الثوري الايراني لمدينة اربيل في شمال العراق باثنى عشر صاروخا باليستيين ورسائله السياسية للداخلي والخارج ضيف طاولة الدكتور رافع الفلاحي الكاتب البحث السياسي سيكون معنا ايضا استاذ العلوم السياسية الدكتور قحطان الخفاجي عبر سكايب وايضا كاتب البحث السياسي الاستاذ شاه القرداغي عبر الهاتف اهلا وسهلا بضيوف الكرام جميعا حياكم الله لو بدأنا مع دكتور رافع دكتور قصف ايراني باثناء الصاروخ على مدينة اربيل اعترف الحرس الثوري تباهى وتفاخر وادعى ان هناك قواعد للتجسس موجودة في شمال العراق غير سردية القواعد الاسرائيلية التجسسية ما الدافع الحقيقي للهذا القصف بسم الله الرحمن الرحيم استاذ ماجد بداية احييك وحيي ضيوفك الكرام اهلا وسهلا بداية ايضا نحن اليوم يعني في ذكرى 1911 اللي تمر علينا لبدء العدوان الامريكي على العراق واحتلال العراق بدأ يوم 1913 وفيما بعدها تم احتلال العراق وتدميره هذه الحرب التي شنتها امريكا حرب غاشمة ادت الى سحق العراق بالمعنى الحقيقي تدمير كل العراق تهديد حياة اهله وعراق قدمها اكثر من مليون ونصف عراقي من يومها لحد الان 17 سنة العراق يعيش في فوضى يعيش في مأساة في كارثة كبيرة الحقيقة هذا اليوم يوم مؤلم وذكرى مؤلمة رغم انه فيما بعدها اشتعلت المقاومة العراقية وكانت يعني راية عالية استطاعت ان تحقق الكثير مما لم تحققوا شعوب كثيرة ومقاومات كثيرة في العالم عموما اعود مرة اخرى الى الموضوع اللي نتحدث بي اليوم ربما هذه المرة الثانية يا سيد ماجد اللي تمارس ايران قصف العراق او تتدخل بشكل مباشر ومعلن علنيا الاعلاميا للمرة الثانية المرة الاولى كانت بعد مقتل سليماني وابو مهدي المهندس عندما ضربت هذه الصواريخ على قاعدة عين الاسد وهذه المرة الثانية التي اقصد لم تستخدم وكلاءها عملاءها وجراءها في العراق الميليشيات تستخدمهم هي في كل مرة لقصف هذه المرة الثانية تتدخل بشكل مباشر رغم انه هي في البداية يعني عندما حصل القصف يوم للت 12 آذار خرج المسؤول عن او رئيس لجنة الامن في البرلمان الايراني قال انه ايران ليس لها علاقة بهذا القصف على العراق مباشرة النفو هذا الموضوع بعدين الحرس الثوري الايراني هو من اعلن هو من قصف وتبنته طبعا الميليشيات التابعة لها وكل الشخصيات التي تابعة بالعملية السياسية لايران تبنت هذا القصف وبدأت تدافع عن ايران عموما ايران اعطت تبريرات والميليشيات ما يسمونها الميليشيات الولائية والميليشيات في عموما العراقية هذه التي تابعة لايران بدأت تبرر هذا الموضوع وتدعي ان ايراني خلينا نأجل هذا التأييد والمباركة من قبل الميليشيات سنقرأه لاحقا لكن نريد انه فعلا ايران تحسست ان خطرا بجوارها يهدد امنها القوم اكتشفت هذا الخطر والقواعد الآن وقصفت ام انه هذه القواعد موجودة سابقا لماذا لم تقصوا سابقا نعم حقيقة لاريد ان اقدم تحليل الآن للموضوع لكن اقدم وصف لما حصل وبالتالي سأذهب الى الاجابة عن ما طلبت حضرتك هم يقولون انه هناك مقرات اسرائيلية في العراق وردوا عليها بسبب قصف اسرائيلي طال مقرات ايرانية في سوريا وقتل فيها ضباط للحرس الثوري او هكذا طيب السؤال الذي يتبادر هنا لماذا ايران التي صدعت رؤوس العالم وليس صدعت رؤوس العراقين وحتى الايرانين حتى الشعب الايراني بدفاعها عن القدس ومعاداتها لاسرائيل وانها تحليل فلسطين وازارة القدس السرطانية في اسرائيل نعم والحرس الثوري القدس المدشنو قيادة القدس وجيش القدس وهذا الكلام الكبير لكننا نشهد عبر تاريخ ايران كله لم نشهد يوما تحركا ايرانيا ضد اسرائيل ضد هذا الكيان لم يحصل هذا نهائيا بالعكس خلال الحرب العراقية الايرانية كانت التعاون معها وفضحت الاسلحة التي كانت تزود اسرائيل فيها ايران قيت ومعروفة هذه وكذبة كبيرة هذه وما زالتها كذبة كبيرة وكانوا يقولون انه طريق تحرير القدس يمر عبر بغداد في الحرب العراقية الايرانية وكربلاء وثبت انه بعدما احتلت امريكا العراق وسمحت لايران ان تدخل العراق وتغولت ايران في العراق واحتلت بغداد وغير بغداد كلها تحت سيطرتهم لماذا لم يذهبوا الى القدس هذه كذبة كبيرة الحقيقة فبالتالي هم ليس لديهم عداء مع اسرائيل هذا عداء مجرد فقاعة اعلامية ليس اكثر فبالتالي قصف اسرائيلي لسوريا طيب لماذا لا تذهبون الى قصف اسرائيل وانتم تقولون تدعون ان عدكم صواريخ تصل الى ابعاد المدى وكيلومترات بعيدة وعدكم غواصات وموجودين على حدود الجولان بتماث مباشر مع اسرائيل وحزب الله موجود وغيره وقادرين انتم تقولون عندنا اسلحة مدمرة وانحنا اذا ما اشتعلت الحرب ضد ايران سنفن العالم وكذا تهديداتكم طيب لماذا وتهددون اسرائيل ليلة نهار طيب لماذا لا تذهبون لماذا تضربون العراق بهذه الطريقة اذا تبرير هذه القضية ضعيف جدا ولا يمكن ان يرقى وبعدين يعني حتى في الشمال حتى المكان اللي يقصفه ظهر صاحب البيت وعرضه وقال تحدى رجل اعمال كردي نعم وتحدى السفير الايراني في بغداد قال خليجي ويشوفه وتحدى اذا مهذا بيت وهذه القضية غير مبررة لكن الحقيقة هذه رسائل كثيرة تحمل هذه الصواريخ واحدة من هذه الرسائل دكتور اسمح لي خلن اجل رسائل الان نتحدث عن الرسائل للداخل والخارج اذا سمحت لي ومن تأخر عن ذاتنا دكتور قحطان مساء الخير اياكو حي قناة وحي المشاهدين وضيوف كرام اهلا وسلم دكتور كمراقب للوضع لأشياء العراقي من اي زاوية قرأت هذا القصف الصاروخي الايراني بـ 12 صاروخ باليستي بعيد المدى المفارقة انه هذه الصواريخ لـ 12 قصفت قاعدة على اقل قاعدة واحدة يعني كما قال الحرس الثوري لكن لحد الان الحقيقة لم لم يرد عن مقتل ضابط او موظف مدني او عسكري اسرائيلي ان كانوا موجودين 12 صاروخ لم تقتل اسرائيلي واحد حياك الله اخي العزيز بالتأكيد هذه فريقة لا يصدقها عاقل وان الذي حصله هو احتداء السافر بمعنى الكلمة ولو كان هذا الحدث حدث مع دولة اخرى لنشبت حرب وبالتالي لا استطاعت الجهة التي تسهدفت ان تدين قانونيا واصوليا تلك الدولة التي بدأت الحرب وتعد هي البادئة للحرب ولكن انا ارى ان الذي حصله هو ابعد من ذلك حقيقة الامر والحجة هذه سيقة ولا تأخذ فيه مأخذ جد ولكن الرسالة اراها تتوجه باتجاهها التالي اولا انها محاكاة الى الظرف الدولي الذي يمر به المجتمع الدولي سيما على الطريقة الروسية باتجاه اوكرانيا او الصيني باتجاه تايوان وايران باتجاه العراق والرسالة الاخرى هي الى فيينا والمحادثات الجارية وانها حالة من حالة الضغط بان ايران لها قوة وذراع ان تفعل شيء في المنطقة اوسع مما توقع الجهات الاخرى والشيء الثالث هو الضغط على العملية السياسية العوجاء النشاز الفاشلة وعملية دعم للعناصر المؤيدة لايران وما ذهب اليه جماعات من تيد الا الا تكيد ذلك ولكن نقول عزيزي ان الذي حدث بالتأكيد هو عداء افن عدوان سافر والحجة هي مرفوضة وغير مقبولة منطقيا وبررت ثم ان فعلا ان لم يتم اعلان عن اي جهة اخرى ان شخصا قد قتل اجنبيا كان امريكي او صيونيا والدعاء هذا هو باطل بالتأكيد كما قال زميلي الفلاحي ان الصيونية ومنشآتها العسكرية لن تبعد سوى امتار عن الجولان وعن جنوب سوريا ولبنان وشمال لبنان وهناك الجيش الايراني موجود ومعدات العسكرية موجودة ثم ان السفارة او القنصليات الصيونية في دول خليجية بعضها علاقات واسعة مع ايران اذا هذه كتبة كبرى ولكن المشكلة انها فعل اسمح لي دكتور حتى ان اذربيجان تتحدث ايران وغير ايران على ان فيها الكثير من القواعد العسكرية الاسرائيلية وهناك تعاون وثيق وعلاقة متطورة وهي ايضا مجاورة ومحاددة لايران اكيد لا لاخذ ذلك ولعل اخر التصريح حسب ما نشرته وسهل التواصل اجتماعي للرئيس نجاتي الرئيس ايراني السابق قال لو كان ايران قدرة ان تتابع الهداف المتحركة او الهداف الحيوية للصيونية في المنطقة لطاعة ان تكتشف من اين خرجت طائرة درون التي استدفت العالم النووي الايراني في داخل طهران اذا هذه الكذبة كبرى ولكن مشكلة ان العراق العراق الان هو ضيعة بالتأكيد ايرانية كما قال احد المسؤول انه محافظة ايرانية وبالتالي هذه العملية هي عملية تأكيد الوجود العسكري الفاعل وتوقع ان صبحة جديدة آتية من السلوك الايراني اساسه ودالته الاساسية القوة العسكرية اضافة للجنب السياسي لكي ترتب الترتيب العراقية بما يتوافق مع ايران توافقا كاملا وكل كلام خلال ذلك هو هراء في هراء نعم استاذ شاهو مرحبا بك معنا مرحبا تحياتي لكم والذيوف الكرام اهلا وسهلا استاذ شاهو ايران على الرغم من تأكيدات السلطات في كردستان العراق ان هذا المبنى الذي قصف هو منزل مملوك لرجل اعمال كردي معروف الحكومة لم تؤكد الحكومة في بغداد لم تؤكد ولم تعترف ان هذا موقع لتجسس او قاعدة تجسس اسرائيلية لكن ايران والميليشيات التابعة لها في العراق هم الوحيدون المسرون على ان هذا المنزل قاعدة تجسس اسرائيلية ما الهدف من هذا الاصرار الايراني على ان هذا قاعدة وهناك قواعد ايضا ثلاث هددت ايران بقصفة لاحقا تحياتي لكم مجددا حقيقة هناك المشهد واضح عندنا عندما يكون هناك استهداف اسرائيلي واضح لعناصر ايرانية داخل سوريا فلماذا يكون الرد على الاراضي الاراقية وخاصة ان يقليم كردستان الاراق وبحجة ايران الى الان لم تستطع اثباتها يعني خلال الايام الماضية ومنذ دقيقة القصف السلطات الكربية تطالب الطرف الايراني باعطاء بديل يعني دليل على هذا الامر على وجود خلايا صهيونية على وجود مراكز بالموساد او اي شيء اخر الى الان لم تستطع ايران ان تقدم دليلا والامر الاخر الاصرار الايراني واصرار الاعلام الولائي الايراني داخل الاراق على ربط هذا القصف بوجود اسرائيلي الهدف منه سبرير اي قصف مستقبلي يعني المشكلة انا ارى من المضحك ان الحكومة الاراقية بدل ان تحاسب السفير الايراني وتطرده وترسل رسائل يعني قاسية للطرف الايراني تقول سوف نشكل لجنة حتى نتأكد من وجود مراكز او لا يعني اتركوا الموضوع الرئيسي واصبحوا يبحثون عن الاسباب والمبررات التي يخلقها النظام الايراني وهي ليست موجودة على ارض الواقع اضافة الى ان المصالح الاسرائيلية او النفوذ الاسرائيلي كثيرة جدا وحتى الداخل الايراني يعني نحن نرى ان هناك استرقة لالاف الوسائق من داخل الايراني جواسيس اسرائيليون في المفاعل النووية الايرانية لديهم كل المعلومات لديهم جند الكثير من الايرانيين للمسؤولين الايرانيين فبالتالي ليس بحاجة اسرائيل ان تطلق هجماتها من اقليم كوندستان وهي قادرة على ان تدخل العمق الايراني وتدخل اكثر المناطق حساسية اضافة الى ان ما يؤكد هذه الازدواجية في الرواية الايرانية قبل فترة كان هناك مشكلة حصل سمع اصوات في مفاعل نووي ايران رسميا قالت اصوات برق وصوائق طبيعية الان تقول الرواية الايرانية انه كان هجوم على هذا المفائل انطلق من اربيل ونحن انتقمنا من ذلك هذا الامر يظهر الازدواجية وكذبة الرواية الايرانية بانها انتقمت من هجوم اسرائيلي كيف قبلها تقول انها حوادث طبيعية والان تقول انتقامة لهذه الحوادث وبالتالي انا اتوقع ان المتابع الايراقي اصبح يدرك ان لعدة اسباب من ضمنها ضعف الحكومة الايراقية في الرد على الجانب الايراني وايضا وجود وكلاء يبررون هذا القصص يعني وكلاء ايران في بغداد اصبحوا ملكيون اكثر من الملك يعني انا حتى اتابع الفطاحات والجرائد الايرانية لم تنبرر وتدافع عن هذا الهجوم بقدر دفاع الميليشيات وانصار الميليشيات في العراق عن هذا الهجوم وتبريرهم لأي هجوم مستقبلي وبالتالي ادركت هذا الضعف الموجود واختارت اردين لانصار رسائل سواء محلية ذاك للعراق او اقليمية او دولية بشماية علق لمفاوضاتها في فيننا اشكرك اشكرك واضح دكتور رافع الآن يبدو ايران في هذا القصف وجهت رسائل مزدوجة الحقيقة للداخل والخارج وهناك من قرأ ان ايران بقدرتها على توجيه رسائل مزدوجة في الداخل العراقي اقليميا ودوليا انها في موقف قوي استنادا لمؤشرات ايجابية لصالح ايران هناك الحقيقة مؤشرات على قرب ابرام صفقة نووية مع ايران هناك ايضا الولايات المتحدة تعتزم اخراج الحرس الثوري من قائمة المنظمات الارهابية بريطانيا وامريكا اطلقت في هذين اليومين اطلاق صراح مئات المليارات من الدولارات وبالتالي الان ايران في موقف قوي تراه قوي ام غير ذلك الحقيقة استاذ ماجد قبل ذلك والذلك تنطق صواريخ باليستية نعم قبل ذلك اريد ان اقول لك انه انه ما حصل في العراق من عام 2003 لحد الان ارادت منه ايران ان يكون نسخة مما هو موجود في ايران ايران في هذه الحادثة ايران هناك واجهة تحكم اللي هي وزارة الخارجية ورئاسة الجمهورية وهذه الوزارات وهذا الشكو الوجوه التي امامنا والحاكم الفعلي هو الحرس الثوري في العراق لدينا حكومة وعملية سياسية والحاكم الفعلي هو الحشد الميليشيات فبالتالي ما تقول الميليشيات هو ما تتبنىه الحكومة فورا وما يقوله الحرس الثوري تتبنىه كل الواجهات في ايران لذلك شهدنا الواجهات التي في إيران نفت أن تكون لإيران علاقة بهذا القصف أولاً عندما تحدث الحرص الثوري تبنته وزارة الخارجية وتبنته كل السلطات الإيرانية وهذا ما يحصل في العراق نفس الشيء وصلوا يعني أشار الأخ شاهو قبل قليل إلى العيب في هذه الحكومات التي شكلت لجنة حتى البرلمان حالي شكل لجنة يطالب فيها العراق يطالب بها الحكومة العراقية وطالب بها الأطراف العراقية إلى عدم السماح بوجود بؤر تؤثر على الجوار العراقي تهدد الجوار العراقي لا تهددون إيران يعني إيران ضربت الصواريخ القضية غير تضرب براحتها لأنه هذه تابعة لها وأعود مرة أخرى إلى وقد أثبتوا كلام الإيرانيين أن هناك وجود قواعد هذا يثبت نعم يعني يثبت كلام إيران أن هناك قواعد وهو ما تنفيه سلطات كردستان وغيرها نعم هذا الحقيقة هم يريدون أن يقولوا ما تقولوا إيران صحيح وحقيقي عموما ربما سؤال حضرتك ربما يسأل عن التوقيت الآن التوقيت هذا الذي تضرب فيه إيران هذه الصواريخ يعني الآن هناك حرب بين روسيا وأوكرانيا مشتعلة على حدود إيران هناك الاتفاق النووي مثل ما حضرتك في مرحلة الأخيرة الانديبنتد البريطانية اليوم أعلنت تقول خلال 48 ساعة قد يعلن هذا الاتفاق بايدن مصر عليه وهناك اتفاقات على رفع الحرس الثوري من قائمة الإرهاب وبالتالي وتخفيف العقوبات أيضا وتخفيف العقوبات وهناك بالتالي محاولة مباشرة لأن ينعكس ذلك على العراق ويعلن العراق أن الحجد الثوري هو حرس ثوري عراقي الحجد الشعبي الحجد الشعبي نعم جزء من كل هذه المحاولة فأنت تسأل هناك حكومة تريد أن تتشكل وهناك حوارات بين قوة سياسية وانسداد الأفق وانفتاحها وهذه القضايا أنت تسأل لماذا يضربون هذه الصواريخ بهذه القضية وهذا التبرير مقرات إسرائيلية هذه كذبة كبيرة لا تحتاج إلى الكثير من التدقيق والبحث فيها هناك رسائل يريدون أن يقولوا أنه إيران قوية متغولة بالعراق وقادرة أن تؤثر على العراق وقادرة أن تؤثر على المنطقة وسلاح العسكري قادر أن يفعل شيئا هذه الرسائل للخارج والداخل وللداخل أيضا كل القوى هذه التي تتحرك البعض من العراقين هي هذه الرسائل بعض العراقين الذين يعتقدون أن إيران ضعيفة وأن هذه القوى التابعة لها غير قادرة أن تحكم وغير قادرة أن تستمر في مسك البلد بهذه الطريقة التي موجودة عليهم أن يزيلوا هذا من عقولهم إيران ما زالت متغولة وقواها يجب أن تحكم وقواها بواجهات أو غير واجهات هي الحاكمة هذا جزء من هذه الرسائل التي يراد لها أن تثبت وإضافة إلى هذا هذه رسائل لكل دول المنطقة والخليجية أنه إيران قادرة بورقتها العسكرية الآن بعدما يحتاجها الغرب تحتاجها أمريكا تحتاج نفطها سيرفع عنها الحصار يرفع عن الأموال المجمدة الحصار سيعود وضع حل طبيعي نفطها تبيعة تسوقها قادرة أن تتمدد وقادرة أن تحكم المنطقة ومخالبها قوية وعلى الكل أن يحسب حسابها هذه جزء من الرسائل التي أرادوا أن يوجهونها ويقولون أن إيران قوية إيران ليست ضعيفة إيران دخلت بمرحلة من الضعوف من الاقتصاد المحاصر الآن إيران خرجت من هذا وهذا ما يتحدث بالرئيس الإيراني يتحدث بكل المسؤولين الإيرانيين أنه إيران تجاوزت هذه المرحلة والآن هي ذهبة إلى مرحلة فيها من القوة إثبات القوة هذه الصواريخ إعلان عن هذه المرحلة الجديدة في المنطقة كلها وفي العراق بالذات لأن العراق هو ساحة الصراع وساحة مكشوفة لإيران لتمارس بها كل صلاحياتها وتستغلها لتصفية كل حساباتها على ذكر الرؤية أو النسخة الجديدة من الصراع دكتور قحطان أيضا هناك من يقرأ الحدث من زاوية أخرى أن إيران الحقيقة أو قواها على الأقل قواها الموجودة الآن في العراق الميليشيات الحقيقة ليست بالقوة التي كانت عليها عندما كانت إيران تعتمد عليها في إيصال رسائلها الخشنة قصف وما إلى ذلك ولذلك هذه المرة تدخلت بنفسها لأنها ما عادت تعتمد على هؤلاء الوكلاء طبعا سؤال رح يكون بشقين والشق الثاني حتى قبل الفاصل هل يحق في العلوم السياسية من متخصص في العلوم السياسية ومراقب يحق لأي دولة مهاجمة جيرانها لأنها تعتقد أن هناك تهديدا ما بمستوى معين يهددها وبالتالي تكتسحها تجتاحها أو تقصفها بالباليستين نتحدث الآن لو بعد الفاصل لا لا الآن بحديثك توصلنا للفاصل أولا أنا لا أعتقد أن إيران تنصلت أو تراجعت عن اهتمامها المتميز في عناصر المؤيدة لها التابعة لها ديول في العراق بل تعتمدها ودل على ذلك كأنه بالأمس عندما استودفت قاعدة البكر في بلد كانت الميليشيات هي الأداة التي نفذت هذا الواجب ولكن إيران أرادت أن تعطي رسالة أخرى أبعد من موضوع فقط إن تملك أذرع في داخل العراق أرادت أن تقول أنه أنا موجودة والسلوك الذي أعتمده أنا أعتمدها وفق تصوراتي الشخصية وإلا إذا ما أجبنا عن السؤال الثاني لجنابك نقول أنه إذا افترضنا جدلا إن كان الصهيوني موجود في منطقة شمالية علماً أننا أقول الأمانة أن الكيان الصهيوني متنفذ في العراق من زاخة إلى الفاو بفضل عملية سياسية ورموزها الفاسدة دون استثناء كما هو الصهيوني متنفذ في داخل إيران ومتنفذ في الدول أخرى ولكن إذا ما افترضنا ذهب إيراني إلى هذه الحجة ورأت أن في ذلك ضرر تدعيه على أمنها فعليها في طبيعة الحال أن تخاطب الجانب العراقي أن هذا السلوك يعاد سلوك عدواناً وإذا ما أصر العراق على أن هذا النهج يعتمده الحكومة العراقية غير قادرة أن تهش الذباب عن أنفها دون استثناء كل المسميات العملية السياسية نصبوا بإرادة صهيونية أمريكية إيرانية دون استثناء ولا يقون على التغيير والتغيير نهيين إلا بما يرى الجهات المنصبة لهم ومصالح ومصالح التي اتسعت على حساب العراق عودة إلى السؤال الحكومة العراقية يفترض تكون قد استعلمت في هذا الموضوع وجامب إيراني يوضح هذا الخطأ على حجمه ثم يستدعي الشفيع ثم يقطع علاقات ثم يعلن ذلك حربا ثم يقوم بما قام إليه الذي قام به هو بدء صريح إلى حرب كبيرة واسعة بين الطرفين الدوليين وأن أذكر هنا الذي حصل في مطلع الثمانيات عندما قصفت إيران تم تضعيف في منطقة ديالة محافظة العزيزة وراح ضحية سبع أشخاص كانت العراق حينها قد قدم شكوى للأمم المتحدة على ذلك وتجاوزت الشكوات العراقية على إيران بأمم المتحدة إلى مئة وعشرين شكوى رسمية هذا يعطي العراق دالة على أنه سعى إلى الحل المشكلة سعى إلى إنهاء المضوع لكن تعنت إيران دفع باتجاه الحرك الآية هنا نقلبها إيران لم تقم بهذا شيء نهائيا ذهبت إلى أبعد المدى في سلوكها ودل على التهاون والاستهتار القانون الدولي والاستصغار الكامل للعراق شعب الأسف الشديد بظل العملية السياسية المنحرفة إذن إيران أتوقع هي لن تتخلى ولن تستبعد عناصرها ولكن جاءت بهذه المهمة لأسباب خاصة عناصرها كرروا عملية بالأمس فقصفوا منطقة قاعدة عسكرية عراقية قاعدة البكر في بلد والآن توقع سيكررونها ثم قاموا بعمليات أخرى في جنوب العراق باستداف بعض الأرتال العسكرية التابعة للتعالف الدولي إذن هذه الحالة وأمريكا إيران استهترت والجاب العراقي أضعف من أن يرد حتى بكلمة حق أمام الجميع واضح طبعا هذا القصف حظي بتأييد ومباركة وتفهم كل زعماء الميليشيات الموجودين في العراق على الرغم من أن هذه الميليشيات يفترض أنها منضوية في إطار عسكري أو هيكل عسكري اسم الحشد الشعبي يتبع إلى القيادة العام للقوات المسلحة أو القائد العام للقوات المسلحة الكل أيد وبارك هذا القصف وطبعا سأخذ نماذج من مواقف زعماء الميليشيات الذين تحدثوا أو أيدوا هذا القصف هنا زعيم ميليشيا النجباء أكرم الكعبي قال إن إيواء وطبعا اقتباس بالنص مما كتب من بيان إن إيواء العائلة البارزانية لقواعد الكيان الصهيودي المعادل العراقي وإيران يعطي الحق لأي طرف الاستهداف وإنهاء وجودهم غير المشروع والحديث كما يقول كعبي ينبغي أن يكون عن وجودهم ومن يقف خلفهم لا عمن استهدفهم وإن كان لابد من حديث فلابد أن يكون بوركة الأياد أو الأياد الحيدرية يقصد القصف الإيراني أما ميليشيا حزب الله في العراق فقد شنت هجوما لاذعا على كل أطراف والأصوات التي رفضت القصف الإيراني ونددت به لأربيل وقالت إن المبنى الذي قصف هو قاعدة متقدمة للكيان الصهيوني في أربيل أما زعيم ميليشيا سيد الشهداء أبو آلاء الولاء فقال إن في كردستان هناك أكثر من عشرين موقعا تجسسيا إسرائيليا يعمل فيه أكثر من أربعة آلاف إسرائيلي وهناك خط مباشر للنقل بين أربيل وتل أبيب أستاذ شاهو هؤلاء يفت الآن يعني أو يسمون بالمقاومة المقاومة العراقية بين قوسين مهمتها الدفاع عن العراق وعن سيارة العراق والحقيقة يملؤون ضجيجا الفضاء بالسيادة الوطنية والقرار المستقيل وعدم مس الوعدة الترابية للعراق الآن هؤلاء يبررون القصف الإيراني بل يدافعون عنه في أي خانة يمكن توصيف هذه المواقف طبعا هذه المواقف ليست غريبة على الوكلاء وخاصة على الميليشيات لأن هذه الميليشيات أصلا إذا نعود إلى أددياتها هي تؤكد أنها تخضع لقرارات الولي الفقيه الإيراني يعني حركة المجبال عصائب عدة حركات أخرى أكدوا بصراحة أنهم يخضعون لأوامر الولي الفقيه ولا يربطهم شيء بالإعراق إلا استنزاف ثرواته يعني هم يأخذون قد تمويل ويأخذون الحقوق من خزينة الدولة العراقية بينما الواجبات مرتبط بالأوامر والتيجهات الإيرانية طبعا أنا أذكر يعني فقط على سبيل المثال إذا كان يبررون طبعا الميليشيات بأن العراق شكل خطرا على إيران لهذا الشيء من حق إيران أن تفعل ذلك الآن هناك معسكرات هناك نواء لعناصر إرهابية خريجية من المعارضة الخريجية وخاصة البحرينية موجودون لدى الميليشيات في داخل العراق ويتم تدريبهم ويعني إعدادهم لتنفيذ مهمات تخريبية وقبل يومين واسمح لي وقبل يومين أقاموا احتفالية كبرى في مدينة الموصد بمناسبة ما يسمى بانطلاق الثورة البحرينية تماما بمنطق الميليشياوي إذا من حق الدول الخليجية التي ترى أن هناك تهديد حقيقي على مصالحها من حقها أن تستهدف هؤلاء أيضا يعني الميليشيات المشكلة أنها لا تستطيع أن تبرر العدوان الإيراني ولكنها تخلق يعني كاذيب ومبررات وتكرر السيناريو الإيراني دون أن تعرف أهمية هذا الأمر للأسف هذه الميليشيات خلال الفترة الماضية وخلال تجربتنا ورأينا مواقفها أكدت أنها لا تربطها شيء في العراق إلا المصدحة المالية هي تبرر العدوان الإيراني وأيضا تعلن استعدادها لتنفيذ الأجندة الإيرانية تذهب إلى سوريا لختال النظام السوري لختال إلى جانب النظام السوري فقط لتنفيذ الأوامر الإيرانية يعني هذه التصرفات والموقف الأخير من قصف أربيل يعني نحن كنا ننتظر الصدع رؤوسنا جواعة الميليشيات خلال الفترة الماضية بأنهم هم حمات الأرض والأرض والسيادة الآن هم يبردون قصف البلاد وبقصف الصواريخ ذكية وصواريخ ماليستية ويعني هذا الأمر عدوان كبير على الأقل لو كانوا اختاروا الصمت لكان أفضل من هذا التبرير والدفاع عن الموقف الإيراني هم يؤكدون مجددا أنهم زراء من أدرع الحرس الثوري الخارجي يتم استخدامهم وقت الحاجة وأيضا الإعلام الذي لديهم أكثر من أربعين قناة وللأسف تمويل هذه القنوات من الخزينة في دولة العراقية أصبحت تستخدم كإعلام أو كواجهة للإعلام الإيراني وتستخدم لإرسال وجهة النظر الإيرانية داخل العراق والإقناع العراقيين بأن النفوذ الإيراني شيء إيجابي ولكن أنا أتوقع أن يعني كما انكشفوا في فضيحة هاني رمزي وانكشف إعلامهم الكاذب بأنه يحاول ترويج الأكاذيب لجمهورهم يعني كانت هذه أثماء الضباط الذي نشروها وثبت أنها مجرد أكاذيب أتوقع أن هذا الأمر مجرد يعني هذا الموقف هو دليل واضح أن صرف المليارات على هذا الإعلام وهذا الميليشيات سيكون نتائجه تلبيا حتى على هذا المحور لأنه لا يمكن التعويل على الميليشيات بإدارة النفوذ الإيراني وسيكون هناك مواقف أكثر يعني مستقبلا سيفضح الأهداف هذه الميليشيات داخل الإيراق وبأنها تقوم بتقويض الدولة وللأسف المشكلة موقف الحكومة السلبي يعني الحكومة لا نرى أشكرك على ذكر أشكرك واضح وصلتنا إلى قضية موقف الحكومة دكتور رافع الفلاحي الحقيقة هناك من طالب الحكومة بعدم الاكتفاء ببيانات الشجبي والاستنكار وتسليم السفير الإيراني رسائل الاحتجاج ولابد من رد من رد عملي على هذا الاستخفاف والاحتداء الإيراني على العراق ما الذي عند الحكومة تفعل فعلا إذا مرد عملي وبداية أستاذ ماجد سياسي أو غير سياسي وبداية هم هل استدعوا السفير الإيراني فعلا والله سمعنا قالوا هكذا لكن واقع الحرب ربما لم يستدعوه ويخشون استدعاه يعني هذا الرجل هذا الإيراني الحرس الثوري الذي يعني يعمل كسفير طبعا شاعت نقطة على مواقع التواصل التهكمية وساخرة أنه استدعي السفير الإيراني وأخبر أنه يشبه حيدر لعباتي ربما ربما ليس أكثر لكن يستدعوه لكن شهدنا تشكيل لجنة نعم أقصى ما يمكن فعل الكاظمي أنه أخذ وزير الدفاع ووزير الداخلية وذهب إلى أربيل ليطلع على الموضوع نقطة هذه مضحكة مبكية يعني فالشيء غريب عجيب يريد أن يقولوا أن إيران من حقها إذا ما هو أو هذه اللجنة اللي يشكلها قالت أنه نعم هناك مقر لإسرائيل فمن حق إيران أن تضرب العراق وتقصفه بإطمع الصاروخ هذا الكلام غير منطقي وغير غير حقيقي ثانيا قالت إيران أنها وجهت رسائل للعراق وطلبت من عنده وحذرته نعم لم نسمع بهذا طيب إذا حذروكم ماذا قلتم لهم ما هو الإجراء الذي فعلتموه هل بلغتم مثلا الشمال بلغتم في كردستان العراق مثل ما يقولون بلغتهم أن هناك مقرات لم يحصل هذا الحقيقة إضافة إلى كل هذا لديك حكومة تشكل لجنة ويا مكثر اللجان مئات الألاف من اللجان شكلت من عام 2003 لحد الآن لتسويف أي قضية شكل لها الأجنة وين اللجان التي تشكلت على شهداء للتظاهرات وين شهداء القصف شهداء التفجيرات كل هذا الكذب الذهاب الموصل وداعش تحتل الموصل وغير الموصل وأربع محافظة وين اللجان هذه كذبة كبيرة الفساد وغيرها وهذه اللجان التي تشكل كلها كذبة كبيرة إضافة إلى هذا أنت تسأل يعني ما فائدة أن يكون لك جيش وقوى أمنية في العراق أنت تصرف عليهم ستين سبعين بالمئة من الميزانية السنوية ستين سبعين بالمئة من الميزانية مئات المليارات صرفت عليهم تجهيز وتكوين وتسليع وتدريب وفرقة الفلانية وفرقة المغاور وفرقة المعرفين وبالتالي أنت لا يستطيعون أن يصنعوا لك هيبة لهذا البلد تجعل إيران لا تقصف لأنها تخشى من هيبة الجيش العراقي هناك جيش هناك قوى أمنية لا تقبل بهذا الموضوع هذه قوى غير تابع للسلطة هذه تحمي العراق وتحمي سيادته واستقلاله وينها هذه ما فائدة أن العراق يدفع العراق يدفع من جيبه من خزينته كل هذه الأموال لهذه القرى وهذه القرى لا تفعل شيئا قرأت في بيان خلية الأمن خلية الأمن الحكومي بيان أنه قواتنا الأمنية والحشد يداهمون مظافة في منطقة فلان ويعثرون على حزام ناسف هذه الكذب الحقيقة الجيش والحشد رايح وعثر على حزام ناسف في مدية طيب إذا هذا جيشك إذا الجيش اللي يسمونه جيش الجديد هذا لا يستطيع أن يخيف الآخرين مو يخيفهم لكن يخلق خيبة عند الآخرين عند دول الجوار ويصدهم عن أي عدوان لتفكيرهم إعادة تفكير مرات عشرات المرات لكي يفكروا قبل أن يفعلوا فعلتهم طيب ما فائدته إذا كي يخوف الشعب ويحيط بالتظاهرات ويعتقل الناس ويؤذيهم ويستعرض في الشوارع بهذه بدلاته والدبابات الأمريكية للطهوية ما فائدت هذا إذن نحن صرفياتنا لهذا الجيش وزارة الدفاع ووزير الدفاع وانتخبو وزير الدفاع ووزير الدفاع يجب أن يكون من الكتلة الفلانية كذبة كبيرة عيب إلغوا وزارة الدفاع وصوها وزارة السياحة للرقص وكذا وشكلوا فرقة للرقص والفنون الشعبية وتنهتين قضية لا نحتاج إلى هذا الجيش لا نحتاج إلى لأن هذه القضية لذلك الناس عندما تتحدث عن الجيش السابق هنا المفارقة هنا المقارنة عندما تتحدث عن جيش سابق جيش كان يدخل معارك من أجل الوطن دخل في فلسطين ودخل في العراق وقاوم ثمان سنوات هو يحارب إيران بغض النظر عن رأيكم إن كنتم مع هذا ومع هذا الطرف لكن هذه حرب نشبت وكان فيها العراق بهذا الشكل وكانت فرقة وقدم شهداء من كل الطوائف العراقي صنة وشيعة وكراد وعرب هذا هو الجيش هذا فائدة الجيش جيش له قيمة له وزن له احترام بالشارع له هيبة هذه غير موجودة الحقيقة دكتور قحطال خفاجي حقيقة هناك من يطرح أن هذه الميليشيات بهذا الموقف المؤيد والمبارك والمتفهم للقصف الإيراني أن هذه الميليشيات وهذه القوى طبعا مستعدة لتكرار تجربة عام 2003 عندما تواطعت وعندما مع اليمين الصهيوني وإدارة بوش وامتطيت بذريعة تخليص العراق وتحريره من الدكتاتورية والاستبداد هي لن ترى ضيرا بل ستؤيد وتركب وتأتي بعد الدبابة الإيرانية إذا ما احتلت إيران إذا ما قررت إيران أن تتوغل تحتل العراق أو جزء منه بشكل فجل صريح وليس بشكل الآن مستتر وتعيد هذه التجربة متخيل هذا السيناريو أن هذه الميليشيات أيضا تأتي مع احتلال إيراني صريح للعراق ليس بعيد وهذا كلامنا ليس رجوع في الغيب ولا اتهام ولكن أكثر من قائد إيراني أكد على أنه هو قاتل إلى جانب إيران في حرب العراق الإيرانية ثلاث سنوات وقائد أخرى الآن متسنمون مناصف فعالة في الجانب الأمني اللا رسمي واللا وطني ومؤثرين في الساعة قالوا إذا حدث حرب بين عراق وإيران هو إلى جانب إيران ثم نرى جميع أنه كثير من القيادات لهذه الأحزاب لهذه الميليشيات لهذه المكونات العسكريات ترفع شعارات وصور لخامنئي ولولايات الفقي في مركز بغدال وهو دال على هناك ترابط عقائدي كبير جدا في هذا الموضوع ويرون أن هذا الانتماء هو انتماء إنسامي أرقى من المسميات الدولية اللي هي عراق أو دولة فلان أو فلان هذا جانب جانب آخر كتجربة عملية عزيزي أن الآن هؤلاء جميعا أيدوا الضربة العسكرية التي قامت بها إيران ولم يعطوا شيئا ولو واحد بالمليار إلى حس وطني أو إلى قناعة معينة تبناها المواطن العراقي أو الشعب العراقي إذن ما الذي يمنع من هذا الاتجاه ثم إذا في رأينا الشخصي أن إيران لها حسابا آخر قد يثب بهذا الاتجاه أي باتجاه فرض سيطرة أسكرية إيرانية على العراق سيامون عراق كدولة عراق عاجزة على الرد أمريكا في وضع الآن ليس بمقدورها أن ترد بشكل الذي هو فعال حكام العرب دون استثناء هم ليسوا بعرب أقحاح بالوقت الحاضر وبالتالي أعتقد أن المسلك سالك أمام إيران بينتذب بهذا الاتجاه فلا قوة عراقية تقوى على صد إيران ولا رفض دولي إقليمي ثم أن ناصر مويدة لإيران لها سطوة قوية جدا في شماء عراق وجنوبه ووسطها وبالتالي أعتقد أن هذه المجاميع ليس غريبا عليها بل تمنى النفس أن تأتي إيران لتحسن الموقع والموقف لصالح إيران كما قال آخر قلنا آخر مسؤول إيراني أن إيران أهبن العراق هي محافظة إيرانية وأن الإدارة الإيرانية سبق وأن قالت أن الجيش الإيراني إذا تحرك لتحرير العراق غير قادر إيران أن تقف مع أمام إرادة الشعب الإيراني نعم أستاذ شاهد في الدقائق الأخيرة هل تتوقع أن إيران في ظل حالة من الاستخفاف والاستهانة بالدولة العراقية بعد عام 2003 ستنفذ تهديداتها بقصف قواعد بذريعة وجود مراكز تجسس أو طواقم تجسس إسرائيلية وستقصف في أربيل وغير أربيل خاصة وأن هناك الحقيقة من كوادر الميليشيات من قال أن المراكز التجسس الإسرائيلية موجودة حتى في بغداد واحد يعني عضو في كتلة الفتح نعم أنقطع الاتصال وياستاذ شاهد الدكتور الدكتور رافع متوقع أن هذه التهديدات تستمر وتقصف إيران ربما في محافرات أخرى في البصرة في الإعمارة في النجف من الذي يمنع إيران أن تفعل ذلك من الذي يمنعها إذا كانت كل القوى الحاكمة للعراق تؤيد وتبرر لإيران ما تفعله وتجد لها الأعذار فلماذا لا تتغول إيران بهذه الطريقة وتفعل ما تريد هذا واقع الحال وإيران الآن تعتبر نفسها منتصرة الآن خرجت بالاتفاق النووي مرة أخرى أمريكا غير قادرة مثلما تحدث الدكتور أطلاق يد إيران معناها؟ أطلاق يد إيران هذه الحقيقة الآن إيران تقول أنه هذه مخالبي وهذه الصواريخ بداية لمرحلة جديدة مرحلة جديدة على المنطقة الرسائل أهم أهم يعني أهم رسالة وجهت في هذه للمنطقة وليس العراق فقط أنه هذه إيران عائدة تغول في المنطقة وبالشكل الذي تريده وهذا واقع الحال وبالتالي من سيقف ضد ضد إيران من سيمنع إيران من أن تتخذ كل هذه الخطوات من أن تفعل ما تريده هذا واقع الحال طوال 11 سنة هذه القوى كلها عملت لصالح إيران سنية شيعية هذه الحقيقة بالعملية السياسية كانوا يعملون لصالح إيران وكانوا يتمنون رضا إيران وكانوا يشترون رضا إيران وإيران كانت من تأمرهم قاسم سليماني القاسم سليماني كان هو الذي يدير العراق والآن يديرون العراق قالوا أن قاسم سليماني انتهى لكن هل انتهت التغول الإيراني في العراق لا هذه واحدة من الرسائل أن التغول الإيراني ما زال في العراق وما زال قوياً وسيكون أقوى وبالتالي نحن نستطيع أن نفعل ما نريد ولا أحد يوقفنا والوضع الدولي ووضع الإقليمي مشجع على هذا الموضوع الحقيقي ومثلما تحدث الدكتور قحطان وضع حقيقي خليجي وعربي ودولي وإقليمي كله مشجع بهذا الاتجاه وإيران ممكن أن تفعل ما تشاء والعراق في خطر كبير وهوية العراق مسيخت تاريخه وتراثه وكل ثرواته نوهبت وبالتالي هذه جزء من حصاد نحن نتحدث عن حصاد وليس نتحدث عن بدايات هذه نتائج الحصاد الآن إيران تحصد ما زرعته وما فعلته طوال هذه السنوات أشكرك في اختام هذه الحلقة من طاولة حوار والتي ناقشت دوافع الحقيقية للقصف الإيراني لأربيل والرسائل السياسية داخليا وخارجيا لم يتبقى لنا لا نشكر ضيوفها وهم كل من الدكتور رافع الفلاح الكاتب البحث السياسي هنا في الستوديو وأيضا الدكتور قحطان الخفاجي أستاذ العلم السياسي وكان معنا عبر سكايب كما أشكر الكاتب البحث السياسي الأستاذ شاه القرداغي وكان معنا عبر الهاتف وإلى أن نلتقي في الأسبوع القادم في أمان الله اشتركوا في القناة